لا تلبث التصريحات الإيرانية المستفزة لشعوب المنطقة أن تصمت فترة حتى تعلو مرة أخرى سواء أكانت من مسؤولين سياسيين أو قادة عسكريين أو زعامات دينية تصريحات تعبر في الغالب عن النزعة العدوانية والاستعلائية التي تتعمل بها طهران مع العالم العربي التصريحات أخذت وطرة متصاعدة بعد الغزو الأمريكي للعراق ودخول نظام طهران لاعبا رئيسا ومؤثرا فيه حيث صرح أكثر مسؤولين أن هذا الاحتلال ما كان له أن ينجح لولا غض الطرف الإيراني مرورا بتصريحات رحيم بور آزغدي عضو المجلس الأعلى لما تسمى الثورة الثقافية في إيران حين قال إن بلاده هي من أعدم الرئيس العراقي السابق وهي من تسيطر على خمس دول بالمنطقة ليضيف علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني تصريحات أكثر استفزازا بالقول إن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية وعاصمتها بغداد قبل أن يطلق رئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية حسن هاني زادة تصريحات دعا فيها العراق للوحدة مع بلاده وترك ما وصفها بالعروبة المزيفة ولم يتوقف المسؤولون الإيرانيون عن إطلاق تصريحاتهم العدائية لتدخل مرحلة جديدة بعد الثورات التي شهدتها المنطقة العربية لأسيما عندما تدخلت إيران بشكل سافر عسكري في سوريا واليمن كما كانت التصريحات المحرضة ضد الحكومات في الخليج العربي تترى من دوائر صنع القرار الإيراني جرى مع البحرين فيما تجاوزت الهجمات الإعلامية على السعودية كل الحدود وهو ما جعل دول الخليج العربي ترد على تلك التصريحات في أكثر من مناسبة مما أدى إلى نشوء قطيعة سياسية بين الجانبين قطيعة تشترك في صنعها حقائق تاريخية اتسمت دوما بالمواجهة أو التنافس في أقل تقدير وظروف سياسية متأزمة تعتاش عليها طهران لحل أزماتها الداخلية ومواجهات عسكرية إما بطريقة مباشرة أو عن طريق أذرعها في المنطقة والتي تستخدمها كأدوات لترجمة تلك التصريحات المعادية إلى واقع يختم مصالحها